السلام عليكم مورودي و مرحبا بكم معي في وصفة اليوم اليوم ان شاء الله كيف مكشفوا معي في الصور سنقدم لكم غريبة البهلة بمقادرة مبسطة و بشرح بسيط و ان شاء الله ستجي معكم ناجحة 100% لهذه الحلوة نحتاج كيلو ديال الحلويات دقيقة يكون ممتازة 150 جران زبدة مالغارين زبدة نباتية عادية بالنسبة لطريقة الخدمة الغريبة نشد المكونات كاملهم نجمعهم مع بعضياتهم بطريقة سهلة بسيطة و بدون ذلك كيلو ديال الدقيقة 250 جران زبدة عادية معجونة زبدة عادية زبدة نباتية نحتاج ملعقة كبيرة الخميرة المعجونة رشة ملح ملعقة كبيرة القرفة تكون جديدة لا تكون قديمة جوج خنيشات سكر فانيلا و جوج خنيشات خميرة الحلويات بالنسبة مع سكر فانيلا 15 جرام والخميرة الحلويات 16 جرام نضيف المكونات الجافة و نضيف عليهم 50 جرام زبدة تكون محمرة فوق البوطة على مقلة المقلة تقيلة نحمره غي شوية ما يدودوش طياب بزاف حتى يتحرق غي شوية القياس و 50 جرام أخرى محمرة حتيية بنفس الطريقة و طحونة مزيلا على شكل بودرة ناخد هذه المكونات و نبدأ نجمعه جيد نجمعه جيد و ندمج كل مكونات الجافة و نحن نضيف الزبدة و نطعم لنا و نضيف بحل الشكل السميدة و يتجدون على الأطراف الأصابع و نحن نحن نضيف عليهم جبانية سكر سانيدة سكر سانيدة سكر سانيدة جبانية 30 جرام يمكنكم إضافة كسان العنبه يمكنكم إضافة جيدة لا أستطيع إضافة جيدة لكي نشربها مع قهوة لا تستطيع إضافة جيدة لا تستطيع إضافة جيدة زيت نباتية 300 كرام يمكنكم إضافة العناصر يمكنكم إضافة جيدة وكي ندمجون إذا تتقدم هذه النوع غريبة لا تخافوا منها لأنها لا تجمع لكم 100% لا تكون حاجة لنا مثلا الصابلي ثم أكثر مجموعة نتدخلها يجب أن ندامج العناصر جيدا يجب أن نشكله في الغريبة يجب أن تكون لديك التكنيك لتقدمها ونجحها 100% بعد أن نجمع العجينة أول شيء نشعل الفران نجعله يسخن ونجمع الضبط ونجمع الضبط ونجمع الضبط ونجمع الضبط ونجمع الضبط لأنها أجيزة لأنها أمامك وستطيع فعل الإنسان لأنها أفضل أفضل قمت بإمكانك تكون غريبة لا تضغط على العجينة لا تضغط على لبات لا تضغط على العجينة لا تضغط عليها تبقى غيب الخاطر تلولبوها يعني الكفوف محطوطين على العجينة و تلولبو فيها غيب الخاطر و باللاتي لا تشوفوا معي في الصور يعني غيش وتع الخاطر لجي معكم ناجحة 100% كان بقى كنشكل الكويرات ديالي حتى كان حصل على هاد الشكل من بعد كان مشي كنطفي على الفرن من التحت و كانخلي مشعور غيره من الفوق فقط بتات التحمر لنا من الفوق و كانت بانت شققات هاللي كان نبطوها للتحت كان خليها كالطيب من التحت و كان ديرتان يطور فوق و كانت بقى كالطيب نفس الشكل هادك الطيب من الفوق و هادك الطيب من التحت كيف مكتشوفوا معي بعد ما طابت الحلوة ديالي كانت تصبح جاهزة على هاد الشكل كانت تجي رائعة و مشققة كانت تمنىكم تتبعوها التعليمات و ان شاء الله تجربوها و جي معكم ناجحة و كانت تمنى لكم عواشر مبروكة و ان شاء الله يدخل عليكم بصحة و السلامة و بالشفاء الجميع و المرضى المسلمين و باللهنة و الراحة الجميع و بسلام عليكم تالفيديو الجاي اشتركوا في القناة